إن كنت تبحث عن أرخص كارت من الجيل الجديد فيوجد لديك خيار واحد وهي الـ RTX 5050 التي أصدرت بحوالي 250 دولار قبل فترة ليست ببعيدة واليوم هي لدي للمراجعة بفضل الشخص الذي أرسلها لي وقد ساعدني كثيراً كي أوفر مراجعة لمعظم كروض الجيل الجديد وسأضع رابطة في الوصف كالعادة وأيضاً هذه الفيديوهات تحتاج وقت طويل للتجريب لهذا وضعك لايك ومشاهدة الفيديو للآخر سيكون دعم كبير للقناة السلام عليكم اليوم عن كارت الـ RTX 5050 الذي قد يبحث عنها الكثير من الأشخاص بسبب سعرها المنخفض وسأضع كالعادة تجارب الألعاب في PCIe 3 و 4 و 5 وإن كنت تسأل كيف أقوم بهذه التجارب فهي عن طريق اختيار الجيل الخاص بالPCIe في البيوس وكما ترون فاللوحة الخاصة بيه لا تدعم PCIe Gen 5 لكن لسبب ما فقد استطعت تشغيله بشكل عادي ولست متأكد كيف حدث هذا لكن يبقى هذا الشيء جيد وقبل أن أجرب الألعاب سأبدأ كالعادة ببعض خصائص الكرت حيث تأتي بحجم 8 جيجا من الفيرام لكن عكس كل كروت هذا الجيل فهي من نوع جديد يار 6 وهي تستعمل فقط 8 مصارات للPCIe والسبب لأن هذه الكروت هي بقايا السيليكون الذي قد يكون فيه مشاكل وأحد هذه المشاكل أن مصارات الPCIe لا تعمل كلها والكرت تستعمل حوالي 130 واط بفرق 15 واط فقط عن RTX 5060 والحرارة الخاصة بها لم تتجاوز 66 درجة على فيرمارك بعد 10 دقائق والفيرام بقيت الحرارة الخاصة بها في حدود 76 درجة وبالنسبة لتجارب الألعاب فالبداية ستكون على لعبة Expedition 33 على 1080p Apex Setting وعطت الكرت باستعمال PCIe Gen 5 حوالي 41.6 والنتيجة بالنسبة للأجهاء الأخرى من الPCIe لم تكن مختلفة والسبب واضح وهو أن اللعبة لا تستعمل فيرام بشكل كبير وعلى 2K كانت نتيجة حوالي 25.6 وباستعمال DLSS 4 Quality كانت نتيجة حوالي 45.6 وهي جيدة أما على 4K فالنتيجة كانت سيئة وهي حوالي 12.6 وبالنسبة لباقي الكروت فكان أداء الـ RTX 5050 مطابق تقريبا لكرت الـ RTX 4060 والـ 2080 في حين كانت أقوى من الـ RTX 3060 بـ 14% وأضعف من الـ RTX 5060 بـ 20% تقريبا وثاني لعبة لدينا اليوم هي كينغ دون كومتو على الـ 1080 بـ Extreme Setting وعطت الكرت باستعمال PCIe Gen 5 حوالي 42 فريم كمتوسط وباستعمال أجهاء الأخرى من الـ PCIe فقد خسرت الكرت كثير من الأداء خاصة على الـ PCIe 3 التي خسرت فيها الكرت حوالي 40% من الأداء وعلى الـ 2K كان الأداء سيئ وهو حوالي 17 فريم كمتوسط وباستعمال TLSS 4 Quality زاد الأداء بنسبة قليلة إلى 20 فريم كمتوسط وعلى الـ 4K لم يختلف الأمر عن السابق من حيث الأداء السيئ والنتيجة كانت 10 فريمات كمتوسط فقط وبالنسبة لباقي الكروت فكانت نتيجة الكرت باستعمال PCIe Gen 5 قريبة جدا للـ RTX 3060 وأضعف من الـ RTX 5060 بـ 10% فقط أما عند استعمال PCIe Gen 3 فكانت أضعف حتى من الـ RTX 2060 Super وثالث لعبة لدينا اليوم هي إنديانا جونز على الـ 1080p Supreme Seating وكالعادة فحدث كراش بمجرد دخول إلى اللعبة والسبب حجم الفيرام المنخفض في هذه الكرت ويجب إنقص الإعدادات كي تعمل اللعبة بدون كراشات أما اللعبة الرابعة فهي مارفل سبايدرمان توع للـ 1080p Vera High Seating وعطت الكرت باستعمال PCIe Gen 5 حوالي 73 فريم كمتوسط وبالنسبة للأجيال الأخرى فخسرت الكرت أداء كبير خاصة على PCIe Gen 3 وهذا بحوالي 40% تقريبا أما على التوكي فكانت نتيجة حوالي 43 فريم كمتوسط وباستعمال DLSS 4 Quality لم يزيد الأداء كثيرا والنتيجة كانت حوالي 47 فريم كمتوسط وعلى الفوركي أعطت الكرت حوالي 18 فريم كمتوسط وهي نتيجة سيئة وبالنسبة لباقي الكروت فكان الأداء باستعمال PCIe Gen 5 قريب جدا للـ RX 1700 XT وأقوى من الـ RTX 3060 بفارق قليل فقط وعند استعمال PCIe Gen 3 كانت الكرت قريبة في الآداء من الـ RTX 2060 وخامس لعبة هي Monster Hunter على 1080 في على الإطرا 60 وعطت الكرت باستعمال PCIe Gen 5 حوالي 40 فريم كمتوسط وبالنسبة للأجيال الأخرى للـ PCIe لم يكن هناك أي فرد كبير في الآداء أما على التوكي فعطت الكرت حوالي 30 فريم كمتوسط وباستعمال DLSS 4 Quality لم يزد الآداء كثيرا والنتيجة كانت حوالي 34 فريم كمتوسط وعلى الفوركي كانت نتيجة سيئة كالعادة وهي حوالي 13 فريم كمتوسط وبالنسبة للكروت الأخرى فكان أداء الكرت باستعمال PCIe Gen 5 قريب لكرتين RTX 2080 والـ RX 1600 XT وفي نفس الوقت كانت الكرت أضعف من RTX 4060 بحوالي 14% وآخر اللعبة معنا اليوم هي Oblivion Remaster على 1080p Ultra Setting باستعمال 50% Resolution Scale وكانت نتيجة الكرت باستعمال PCIe Gen 5 حوالي 63 فريم كمتوسط وبالنسبة للأجيال الأخرى من الـ PCIe فلم يكن هناك أي فرد كبير في الآداء وعلى التوكي أعطت الكرت حوالي 45 فريم كمتوسط وباستعمال DLSS 4 Quality نزل الأداء إلى 32 فريم كمتوسط والسبب أن اللعبة تستعمل Resolution أعلى أما على 4K فكانت نتيجة حوالي 14 فريم كمتوسط وهي غير قابلة للعب وبالنسبة للكروت الأخرى فكان أداء الكرت باستعمال PCIe Gen 5 قريب للـ RTX 3060 Ti وفي نفس الوقت أقوى من الـ RTX 3060 بـ 20% تقريبا ومتوسط الخمسة ألعاب بدون احتساب إنديانا جونز أظهر أن كرت الـ RTX 5050 كان قريب جدا في الآداء من كرت الـ RTX 4060 وأقوى من الـ RTX 3060 بـ 9% تقريبا وعند استعمال PCIe Gen 3 كان الأداء قريب لكرت الـ GTX 1080 Ti وهذه النتائج الكرت على الـ 2K والـ 4K التي ليست مهمة كثيرا لأن أداء الكرت كان فيها سيئ وكما رأينا في التجارب السابقة فكرت الـ RTX 5050 تقدم أداء قريب للـ RTX 4060 لكن مشكلة في السعر الذي هو قريب أصلا من الـ RTX 4060 يعني فإنفيدي أصدرت نفس الكرت باسم مختلف فقط ولا يوجد أي قفزة في الآداء ولو كان سعره قريب لكروت مثل الـ RTX 2060 Super أو الـ RX 5700 XT فسيكون صفقة جيدة كي يعوض هذه الكروت التي أصبحت قديمة جدا ويوجد مخاطرة في شرائها وكما قلت سابقا إذا كان لديك معانج مثل الـ Ryzen 5600G فهذا الكرت لن يكون مناسب لك لأنك ستخسل كثير من الآداء لكن بعض الألعاب مثل Kingdome Com 2 قد تحتاج فقط لإنقاط الإعدادات قليلا مثل هذه التجربة وسيصبح فرق الآداء أقل لكن حتى الرامات قد تضع فرق لأني أستعمل رامات من نوع DDR5 وقد يكون الأمر أسوأ مع رامات من نوع DDR4 لأن الكرت ستستعملها مباشرة عندما تمتلئ الفيرام الخاصة بها وعلى كل حال أظن أن 8 جيجا في الوقت الحالي أصبحت سيئة ويجب على الكروت أن تصبح بـ 12 جيجا كأقل شيء وفي الآخر فأنا أنتظر ردكم وأراءكم عن هذا الكرت وإن نال هذا الفيديو إعجابكم فلا تنسوا دعمنا باللايك واشتراك سلام